ارجع وزير الزراعة الدكتور صلاح حلال ارتفاع اسعار بعض المحاصيل الزراعية خلال الفترة الماضية الى دخول بعض الوسطى ودورة الحصات خاصة مع وجود ما يعرف بفترة فصل العروات وخلال جولة مفاجئة والتي تفقد خلالها موقع زراع المحمية والآلية بمدينة طوخ اكد هلال ان هناك تنسيق مستمر بين الوزارة المعنية لاجاد حلول عاجلة لضبط الاسواق واسعار المنتجات المختلفة ملهاش غرض غير ان احنا نشوف احوال الناس على الطبيعة ونبقى صادقين في ما نقول اذا لقينا مشكلة نقول ان احنا عندنا مشكلة لقينا سلبيات نعالج السلبيات ويبقى مبدأ السواب والعقاب اللي بيشتغل نحطه في عينينا واللي ما بيشتغلش نقوله ما تعطلناش عشان احنا الدولة بتوقف على رجليها مشكلات كثيرة ومتركمة لكن خليني اقول احتياجات الفلاح مني اين ارضا الفلاح محتاج مني محتاج مني سمات آلات معدات تقاوي اوفرها محتاج مني اوصل له مية في نهاية الترع عشان يعرف يسقي زرعه انسق مع وزير الرأي محتاج مني ارض اقول له حافظ على ارضك من التعديات محتاج مني سواء له محصوله بدل ما ينضحك عليه محتاج مني في النهاية بقرة او جموسة يأكل منها ولاده شوية لابن مش كده تحت رعاية رئيس الوزراء وزيرية صناعة وتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتموينية افتتح اليوم معرض الغذاء الافريقي فود افريكا والمتخصص في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يشارك في المعرض اعدد كبير من الدول الافريقية والعربية والاجنبية ونحو مائة وعشرين شركة مصرية وخمسون وسبعون شركة دولية هو اكثر من مشتري ومستورد في مجال الغتاء المعرض بيقام لأول مرة في مصر وهو متخصص في القطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية واحنا شايفين المعرض ده ان شاء الله هو نقطة انطلاق ان مصر تكون رائدة في انها تكون بوابة العالم لافريقيا معرضنا اسمه فود افريكا احنا شايفين ان العالم لو عايز يقابل الدول الافريقية فهو المكان انهم يتقابلوا في مصر عندنا شركات اجنبية موجودة معانا 75 شركة من 18 دولة ومعانا 167 شركة مصرية من اكبر شركات المصنعة للصناعات الغذائية وهو قطاع قوي جدا في مصر فان شاء الله المعرض يكون ليه ان شاء الله مردود جيد عند الرجال الاعمال اللي هيزوره باعثة مشترين جاية من 350 مشتري نصهم من افريقيا ودول عربية وشرق اوروبا هيكون طبعا فيه متابع بعد كده بقى للبيزنس اللي هيتم معاهم ان شاء الله والكمان وزارة تجارة والصناعة فيه توجه تاني ان هما بيدمج يعني فيه دمج للاتفاة التجارية بتاعة افريقيا فده هيدي مصر ميزة نفسية في التصدير في كارة افريقيا كلها ان شاء الله قال مصطفى عبدالستار مدير شؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك ان الجهاز تلقى 28800 شكوى مباشرة خلال الفترة الماضية تتعلق بارتفاع الاسعار يخشى المواطنون انتفاقم زيادة اسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان والتقرير التالي اصلت الضوء على زيادة اسعار السلع الغذائية حم ارتفاع الاسعار تكتاح كل بيت مصري بسيط اسعار الخضر والفاكهة ترتفع وترتفع معها شكوى مواطنين بسطاء لا قدرة لديهم لتلبية احتياجات اسرهم ارتفاع الاسعار جامد جدا يعني كيلو الطماطر حضرتك بـ 11 جنيه و 12 جنيه اللحمة بقيت بـ 70 جنيه يعني اي عيلة معيها حتى لو عيلين مي جنيه تبقى في الغدوة اللحمة مثلا وشوية خضار وشوية طماطم هتبقى هي دي اليوم ده اليوم الواحي يعني مين معي بقى يعني كل يوم مي جنيه طماطم اهي بـ 10 جنيه كوسة بـ 5 جنيه فلفل بـ 6 جنيه الخياب 8 جنيه بـ 120 جنيه طب هنأكل ايه لحمة بـ 70 جنيه لو كل حدا تسعرته اي وقت اخذ المرتب عارف برتبورها فيه جامنين واحد ننزل كله طماطم 10 جنيه كله شارب 6 جنيه كله خوك بـ 10 جنيه ايه ده نعني بعملش عن فين نكسب ومصلات ومصاريف وده 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 والعجوم السبارة في عنا نعمل ايه بقى العمل نسرق ولا نشعر تولن بيع بالزبط نعمل ايه العاصمة والمحافظات تكتوي بنار الارتفاع فجهاز حماية المستهلك يقول انه تلقى ما يقرب من 29 الف شكوى تتعلق بارتفاع الاسعار خلال ايام قليلة وزارة التموين تبرر جنون الاسعار بفاصل العروة وهي الفترة التي يقترب فيها المحصول القديم من الانتهاء ويطرح المحصول الجديد الذي بمجرد نزوله السوق سيعيد الاسعار الى حالها او اقل برأي البعض الحكومة تقول انها ستضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية ليزيد العرض على الطلب فضلا عن تحرير محاضرة ضد اي بائع يستغل المواطن ويبيع بسعر مخالف اما المجمعات الاستهلاكية ملجأ محدود الدخل الاهم فسيزيد عددها بجميع المحافظات كما سيتم دعم استيراد السلع الاساسية قبل حلول شهر رمضان المبارك الاسواق بلا ضابط ولا رابط والاسعار ترتفع بمبرر او بدون ويبقى المواطن هو الضحية لحمى الاسعار التي تضرب الاسواق بين الحين والاخر تواصل محافظة الغربية استقبال طلبات الراغبين في الحصول على قروض لتنشيط وتطوير المشروعات في اطار مبادرة الرئيس السيسي للقضايا على البطالة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية مشروعك ومع فتح افاق جديدة مام شباب الطموحين للعمل تبرز بعض السلبيات والشكاوى التي تعوق نجاح هذا المشروع القومي التقريب التالي القضاء على بعض هذه السلبيات اختار مشروعك بهذه الجملة الموجزة بدأت محافظة الغربية تطبيق المبادرة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على مشكلة البطالة وسعيا لتنمية المجتمع وتحويره لمجتمع انتاجي بدلا من استهلاكي وبحسب ما اعلن وزير التنمية المحلية لواء عدل لبيب فقد ينهي هذا المشروع ظاهرة البطالة في خلال عام ونصف على الاكثر منذ افتاح هذا المشروع في المحافظة في ابريل الماضي تلقى القائمون على المشروع مئات الطلبات من مواطنين من مختلف الفئات العمرية يستفسرون عن ابرز المشاريع المقدمة والتيسيرات ووصل عدد المتقدمين حتى الان في الغربية الى 545 متقدما على مستوى المراكز المختلفة الارقام وان كانت في ظاهرها قليل انما ده لنخذ الشكل الجدي اللي هو تمهيدا لانه يبتلي بالفعل واحنا لما نقول الارقام دي خدت الشكل الجدي في خلال اسبوعين او ثلاثة انا باعتبر ان ده مؤشر ايجابي مش مؤشر سلبي لكن هذا لم يكن كافيا فقد وقف روتينو حائلا دون استفاء الاوراق بالنسبة للراغبين من الشباب الشروط صعبة جدا والفايدة مش عالية هو الاست اللي عالي يعني الاست الف ونصف للخمستاشر الف يعني عالي جدا الجمعية افضل منه اللي بيعملها الناس في الشوارع دي انما اللي هم عمليه غالي جدا ومكلب جدا عن الناس التجار واصحاب المحال التجارية ايضا يرون ان لا فائدة تعود عليهم وعملوا اعلانات وبدون فوايد وبدون وفي الاخر وفاجئ اللي هي خمستاشر في المية خمستاشر في المية كتير انا لو رحت قدمت على كارد معدات بالنسبة للسندوق الاجتماعي قالك سبعة في المية انا روح للبرنامج بتاع الرئيس يقول لي خمستاشر في المية طب ازاي مشاريع كثيرة يتضمنها برنامج مشروعك لكن يتوقف تنفيذها على دراسات الجدوى التي يعرضها القائمون على البرنامج للراغبين من المواطنين الا ان هذه الدراسات يراها البعض غير مطابقة للواقع على الجانب الاخر ترهبت الله عادل مسؤولة البرنامج بمركز طنطا ان هذه الدراسات ليست اجبارية ولكنها تعد مساعدة من الحكومة للشباب بالنسبة لدراسات الجدوى فيه مشكلة خالص مساعدة بالنزل لهم دراسات الجدوى طبعا سواء من على موقع الوزارة او احنا بحاول نساعدهم ازاي ممكن يعملوا دراس الجدوى هو الهدف والجدوى كمان من المشروع لو القارض من سنة من ثلاث سنين الفايدة بتاعته 12% لو من ثلاث سنين لخمس سنين 13% طبعا دي اقل من البنوك التجارية بره لان البنكة يعني ايه 15.5% امال وطموحات كثيرة ينتظرها الشباب وتقابلها تعقيدات تحتاج للتذليل وفي النهاية النتيجة ستكون حتما ايجابية فالقضاء على البطالة حلم ربما يراه الكثيرون بعيد المنالي لكن رحلة الالف ميل تبدأ عادة بخطوة وختاما هذه تذكرة بابرز العنوين محلة بيفتتح محطة كهرباء العين السخنة بالسويس بطاقة 1300 ميجاوات بوادر ازمة في مصر للطران بعد سقالة اكثر من 220 طيار الهدوء يسود المناطق الحدودية جنوب السعودية بعد قصف حتي لنيجران وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيادة موقعنا على الانترنت ودابري دابري 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 دات النهار اللاعب دات نات كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجران ويوتيوب شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة